نبدأ أولا بتعريف دالة الخطية أولا دالة الخطية أولا صغيرة تعريف A عدد حقيقي معلوم العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد AX تسمى دالة خطية معاملها A ونكتب F.X سهم AX يعني التي تربط كل X بالعدد AX حيث AX يسمى صورة X بالدالة F ونرمز لها بF لX حيث نكتب F لX يساوي AX والدالة الخطية أو العلاقة الخطية هي كل علاقة تناسبية ما بين X و AX نمر الآن إلى المثال الأول في هذا المثال سنحاول حساب صور بعض الأعداد باستعمال دالة خطية F دالة خطية معاملها أربعة نكتب F.X سهم AX في هذه الحالة معامل الدالة A هو أربعة إذن تساوي أربعة X إذن الدالة هي F لX تساوي أربعة X نحسب صورة العدد 3 إذن يكفي تعويض X بالتلاتة فنجد تالي F لثلاتة تساوي أربعة في ثلاتة هي إثنى عشر فنقول أن إثنى عشر هي صورة العدد 3 بالدالة الخطية F نحسب الآن صورة العدد سفر نعوذ X بالعدد سفر فنجد F لسفر تساوي أربعة في سفر تساوي سفر بالنسبة للعدد سفر فصورته بأي دالة خطية كيفما كانت دائما سنجد سفر لأن أي جداء يضم سفر دائما سيكون منعدما نحسب صورة العدد جدر 3 نعوذ X بجدر 3 فنجد F لجدر 3 تساوي أربعة في جدر 3 هي أربعة جدر 3 إذن أربعة جدر 3 هي صورة العدد جدر 3 بالدالة F ونفس الشيء بالنسبة للعدد ناقص 2 نعوذ X بنقص 2 فنجد أربعة في ناقص 2���الة هي ناقص 8 إذن ناقص 8 هي صورة العدد ناقص 2 بالدالة F نمر الآن إلى المثال الثاني في هذا المثال سنحاول التعرف على وضعية تناسبية ونترجمها إلى صيغة ذال الخطية أي F ل X تساوي A X لأن كما قلنا الذال الخطية هي عبارة عن علاقة تناسبية ما بين X و F ل X نعتبر المستطيل التالي نسميه A B C D ليكون X هو عرض هذا المستطيل أي المسافة A B وليكون 3X هو طول هذا المستطيل أي المسافة A B نعتبر F ل X هو محيط المستطيل A B C D نعتبر الجدول التالي هذا الجدول يضم سطرين السطر الأول يضم قيما للعدد X أي عرض هذا المستطيل والسطر الثاني يضم محيط هذا المستطيل إذن سنحاول حساب محيط هذا المستطيل بالنسبة لكل قيمة من قيم X والقيم التي سنعمل عليها هي 0.5 2 1 4.5 إذن لنملأ الجدول ونبين أنه يحقق وضعية تناسبية مع تحديد معامل تناسب نبدأ بالحالة X يساوي 0.5 نعلم أن محيط المستطيل هو طوله زائد عرضه الكل مضروف في 2 في هذه الحالة 0.5 هو العرض زائد 3 في 0.5 هو طول الكل مضروف في 2 نجد 7.5 زائد 1.5 الكل مضروف في 2 هي 2 في 2 هي 4 إذن المحيط في هذه الحالة هو 4 إذن نكتبها في الجدول نمر الآن إلى الحالة X تساوي 2 نجد أن المحيط هو 8 نكتبها في الجدول نمر إلى الحالة X تساوي 1 نجد نفس طريقة نجد أن المحيط هو 8 نكتبها في الجدول ثم الحالة الرابعة نعود العرض بـ 4.5 زائد 3 في 4.5 الذي هو الطول الكل مضروف في 2 تساوي 18 في 2 تساوي 36 إذن المحيط هو 36 نكتبها في الجدول إذن بعدما ملأنا الجدول لنبين أنه يحقق وضعية تناسبية وكما رأيتم في السنوات السابقة نقول أن جدول يحقق وضعية تناسبية إذا قسمنا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول فوجدنا نفس العدد الذي يسمى معامل التناسب إذن نقسم أعداد السطر الثاني على الأول F ل X على X العمود الأول 4 على 0.5 نجد أن 4 على 0.5 إذا قمنا بعملية حسابية تساوي 8 نمر إلى العمود الثاني 16 على 2 أيضا تساوي 8 إذن هناك تساوي مبين 16 على 2 و4 على 0.5 نمر إلى العمود الثالث 8 على 1 أيضا تساوي 8 والعمود الرابع 36 على 4.5 أيضا تساوي 8 إذن هذا الجذول يحقق وضعية تناسبية لأنه إذا ضربنا أعداد السطر الأول في 8 سنحصل على أعداد السطر الثاني والعكس صحيح أي إذا قسمنا أعداد السطر الثاني على الأعداد السطر الأول سنحصل على العدد 8 وبالتالي معامل تناسب هو 8 المرحلة الأخيرة الآن هو ترجمة هذه الوضعية إلى الصيغة إلى صيغة دالة خطية أي f ل x تساوي x وجدنا أن f ل x على x تساوي 8 إذا قمنا بجداء الطرفين يساوي جداء الوسطين سنجد أن f ل x تساوي 8 إذن نجحنا بطرجمة هذه الوضعية إلى الصيغة f ل x تساوي 8 والتي هي دالة خطية معاملها 8 نمر الآن إلى كيفية إنشاء تمثيل مبياني لدالة خطية ليكون o sj معلم متعامد في المستوى التمثيل مبياني لدالة خطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم o إذن بما أن التمثيل مبياني لدالة خطية هو عبارة عن مستقيم فهذا يحيلنا على درس معادلة مستقيم حيث رأينا أن لكل مستقيم معادلة تكتب على الشكل y تساوي m x زائد f حيث m هو mail أو المعامل الموجه و p هو الأرتوب عند الأصل في حالة الدالة الخطية بما أن الدالة عندما يكون x يساوي 0 تمر من أصل المعلم إذن فإن أرتوب عند الأصل سيساوي 0 وبالتالي يبقى لدينا y تساوي m x حيث m هو معامل الدالة نمر إلى المثال الأول مثال 1 f دالة خطية معرفة كما يلي f x ساوي ناقص 3 x أي معاملها هو ناقص 3 لننشئ تمتيل مبياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامض ممنظم oj كما رأينا في درس معادلة المستقيم لإنشاء التمتيل المبياني نحتاج إلى الجدول ولكن في هذه الحالة نحتاج فقط إلى نقطة واحدة لأن نعلم أن كل الدواء الخطية تمر من أصل المعلم إذن نعتبر الجدول التالي السطر الأول يضم x يعني قيم العدد x وهنا نحتاج إلى قيمة واحدة فقط والسطر الثاني هو صورة العدد x بالدالة f إذن في درس معادلة المستقيم لإيجاد نقطة تنتمي إلى الدالة يكفي أن نعطي قيما من الأفضل أن تكون صغيرة لعدد x مثلا في هذه الحالة نعطي x القيمة واحد نعوذ في تعبير الدالة أي نحسب صورة العدد واحد ناقص ثلاثة في واحد هي ناقص ثلاثة إذن صورة العدد واحد هو ناقص ثلاثة وبالتالي التمثيل المبياني للدالة f هو المستقيم المار من الأصل معلم o أي ذات ذو الإحداثيات 0 ومن النقطة ذات الإحداثيات 1 ناقص ثلاثة إذن الآن يبقى لنا إنشاء معلم متعامل ممنظم o j كما يوضح الشكل جانب وننشئ النقطة ذات الإحداثيات 1 ناقص ثلاثة كما نرى ذات الإحداثيات 1 ناقص ثلاثة إذن المستقيم المار من أصل المعلم أو من النقطة a هو التمثيل المبياني للدالة f كما إذن بهذه الطريقة يمكننا إنشاء التمثيل المبياني لأي دالة خطية نمر إلى المثال الثاني في هذا المثال سنحاول حساب صورة عدد من خلال تمثيل المبياني لدالة خطية كما أيضا سنحاول معرفة عدد صورته معلومة انطلاقا من التمثيل المبياني لدالة خطية للمستوى المنسوب إلى معلم متعامل ممنظم oj نعتبر المستقيم التمثيل المبياني للدالة الخطية f x 1.5x كما يوضح الشكل جانبه إذن هذا مستقيم باللول البرتقالي هو المستقيم التمثيل المبياني للدالة f x 1.5x السؤال الأول لنحدد مبيانيا صورة العدد 2 إذن يحديد صورة العدد 2 يكفي إنشاء المستقيم العمودي المار من 2 والعمودي على محور أفاصيل كما يوضح الشكل ثم نسقط نقطة تقاطع هذا المستقيم مع المستقيم d على محور الأرتيب فنحصل على الأرتوب 3 فنقول أن صورة العدد 2 بالدالة f هي 3 f لـ 2 تساوي 3 سؤال الثاني لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته 6 بالدالة f نفس الشيء ولكن نعكس العملية أي ننشئ المستقيم العمودي المار من 6 والعمودي على محور الأرتيب والذي يقطع الدالة في النقطة كما يوضح الشكل ثم نسقط هذه النقطة على محور الأفاصيل عموديا فنجد أفصول 4 إذن يمكننا القول أن العدد الذي صورته 6 بالدالة f هو 4 ونكتب f لـ 4 تساوي 6 لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته ناقص ثلاثة بالدالة f نفس العملية كما يوضح الشكل نجد الأفصول ناقص 2 إذن يمكننا القول أن العدد الذي صورته ناقص ثلاثة بالدالة f هو العدد ناقص 2 ونكتب f لناقص 2 تساوي ناقص ثلاثة إذن انتهينا من الجزء الأول من درس الدالة الخطية وفي انتظار الجزء الثاني نشكركم على حسن انتباهكم وإلى الحلقة القادمة